يحضى عدد من لاعب المنتخب الأولمبي المغربي باهتمام بالغ من مدرب المنتخب المغربي الأول وليد الرقراغي من أجل ضمهم إلى المعسكر التدريب القادم استعداداً للمباراة التي سيواجه فيها منتخب أسود الأطلس نظيره منتخب ليبيريا في شهر سبتمبر المقبل وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائية كأس أمم إفريقيا 2024 ويعتزم المدرب وليد الرقراغي إجراء تغييرات مهمة في تشكيلته في أثناء مواجهة منتخب ليبيريا بعد الأداء غير المقنع الذي أظهره زملاء القائد رومان سيس في المباراتين الأخيرتين ضد كل من منتخبي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا ووفقاً لمعلومات حصل عليها موقع العربي الجديد فإن المدرب وليد الرقراغي ومساعديه رشيد بن محمود وغريب أمزين أعجب كثيراً بمستوى عدد من اللاعبين الذين تألقوا برفقة المنتخب الأولمبي خلال مبارتي غينيا وغانا ضمن تصفيات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمقامة حالياً في المغرب إلى غاية الثامن من شهر يوليوز القادم وكشف مصدر من الجهاز التدريب لمنتخب أسود الأطلس على أن أربعة مواهب صاعدة أقنعت المدرب وليد الرقراغي بفنياتها العالية تماماً كما خطفت أنظار متابع المنتخب الأولمبي في هذه البطولة الإفريقية ويتعلق الأمر بإسماعيل سيباري نجم فريق إندهوفن الهولندي وأيمن الوافي مدافع فريق لوغانو السويسري وأمير ريتشاردسون لاعب وسط فريق لهافر الفرنسي إضافة إلى أسامة العزوزي لاعب نادي سانجيلواز البلجيكي وتابع المصدر قائلاً بات من المؤكد استدعاء هؤلاء للمعسكر التدريب المقبل من أجل دمجهم تدريجياً في أجواء المنتخب الأول إضافة إلى أسماء أخرى يستهدف المدرب الرقراغي أيضاً ضمها وذلك رغبة منه في استبعاد عدد من اللاعبين الذين لم يقدموا الإضافة رغم استفادتهم من فرص عديدة لإظهار مؤهلاتهم مع المنتخب الأول ولكن بدون جدوى والجدير بالذكر أن المدرب وليد الرقراغي يحرص على متابعة مباريات المنتخب الأولمبي المغربي في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا برفقة مساعديه رشيد بن محمود وغريب أمزين وذلك رغبة منه في دعم المواهب الصاعدة واختيار أفضلها للانضمام إلى المنتخب الأول ترجمة نانسي قنقر